الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه نعم الحمد لله ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شاء من شيء بعد أحمده أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً له الحمد كله لا أعصي ثناءً عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه دلنا على الله عرفنا به بين لنا كيف نصل إلى مرضاته تركنا على محجة بضاء لا يزيغ عنها إلا هالك فمن سلك طريقه هدي ومن أعرض عن سبيله عمي فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامجكم فادعوه بها إنها أسماء ربنا جل في علا إنها أسماء الله سبحانه وبحمده إنها أسماء الذي خلقنا ورزقنا ومن كل خير أمدنا إنها أسماء الذي نصلي له ونعبده في السر والعلن إنها أسماء من له الجلال والجمال والبهاء والكبرياء والملك والهيبة والعظمة سبحانه وبحمده إنها طريق العلم بالله فإنه من عرف أسماء الله جل في علا عرف من يعبد عرف من يصلي له ويسجد عرف من يسعى له ويحفد لذلك هنيئا هنيئا لكل من طالع أسماء الله عز وجل هنيئا لكل من أحصاها عدا وأحصاها علما ومعرفة وأحصاها آثارا وعملا إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة إن الجنة غالية ولا يكون إدراكها بشيء زهيد إن إدراكها لا يكون إلا بالنفيس ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لكن العلم بالله مفتاح الفضائل العلم بالله طريق السبق والفوز بالخيرات العلم بالله طريق النجاة العلم بالله طريق السعادة في الدنيا والآخرة لذلك هنيئا لمن فتح الله على قلبه فتعرف على ربه تعرف على اسمه الله وعلى اسمه الرحمن وعلى اسمه الرحيم وعلى اسمه الحي وعلى اسمه القيوم وعلى سائر أسمائه التي ذكرها في كتابه والتي جاء الخبر عنها في سنة من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن إن شرح صدره لمعرفة قدر ربه إنه يحقق شيئا من حقوق ربه جل في علا فيفوز بذلك فوزا عظيما ويسبق سبقا كبيرا لذلك قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذاكرون الله كثيرا والذاكرات إنهم لن يذكروا شيئا يجهلونه إنهم لن يذكروا شيئا لا يعرفونه إنهم يذكرون ربا عرفوه فانجذبت قلوبهم إليه واشتغلت ألسنتهم بذكره حتى شغلهم ذلك عن مطالبهم فبلغوا بذلك ما وعدهم ربهم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين ليس فقط في الآخرة بالفردوس والجنة بل حتى في الدنيا يعطيهم الحياة الطيبة الحياة الهنئة القلوب المطمئنة النفوس المنشرحة الأرواح الساكنة التي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية إنها مطمئنة في الدنيا قبل أن ترجع إلى ربها في الآخرة فتنال الفوز الكبير والعطاء الجزيل نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها فبها تعرفون جمال ربكم الجميل تعرفون بها كمال ربكم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلاء الذي له المثل الأعلى فلا يدرك العباد العظيم قدر ربهم إنما ينالون شيئا من بهائه يعرفون شيئا من جماله يعرفون شيئا من كماله يعرفون شيئا من عظمته يعرفون شيئا من حقه ويحملهم ذلك على تحقيق العبودية لله إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كمل علمه بربه كان أخشى الخلق لله كان أخشى الخلق لله جل في علاه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له فكانت الخشية ثمرت المعرفة والعلم ولذلك من المهم أيها الإخوة والأخوات ونحن نقرأ أسماء الله عز وجل ونطلع على ما أخبره من جلاله وبهائه من المهم أن نقف عند تلك الأسماء وأن نطالع تلك المعاني فإنها تفتح لنا من أبواب العبودية ومن نعيم الدنيا ما لا يقف الإنسان على وصفه لعظيم ما يدركه وهذا طريق محبته وإذا تحقق لك محبة الرب جل في علاه دلت منه كل خير ووجدت طعم الإيمان الذي هو سر سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة جاء في الصحيح من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا هذا الحديث في الصحيح من حديث ابن عباس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أتدرون من الذي يرضى بالله ربا هو من عرفه عرف كماله في ذاته وكماله في أسمائه وكماله في صفاته وكماله في أفعاله وكماله في شرعه وكماله في قضائه وقدره عند ذلك ينشرح قلبه فيرضى بربه ويرضى بدينه ويرضى برسوله ويرضى بقضائه وقدره فينال طعم الإيمان نعم ذاق طعم الإيمان من علم بالله ذاق طعم الإيمان من أحب الله وقدم محبته على كل محبوب كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إن للإيمان حلاوة وإن له طعما لا يدركه ذاك الذي غفل عن الله والتهى عنه جل وعلا ولم يعرف قدره ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة وعلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى هما وهذه منزلة عليا هي ثمرة العلم بالله عز وجل وثمرت معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثمرت معرفة الجهد والعمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا عرفت كمال خلقه وطيب خصاله وعظيم جهده الذي بدله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور أحببته فكان ذلك قائدا لك لتحقيق هذه المنزلة ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فتقدم محبة الله على كل محبوب تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب تحبه أكثر من نفسك أكثر من ولدك أكثر من والدك هكذا ينال العبد منزلتها حلاوة الإيمان يذوق حلاوة الإيمان وأما باقي الخصال فهي فرع عن هذا يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب لهم ما سواهما وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله فيحب أهل الإيمان يحب أولياء الله يحب أهل الطاعة هو لا يحبه لنسب ولا لمال ولا لجمال ولا لغير ذلك من أسباب الدنيا إنما يحبه لأنه محبوب لله وهذا فرع محبة الله ورسوله أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله ثم المرتبة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وهنا يتبين عظيم معرفة الإنسان بنعمة الهدايا لن يكره الإنسان العودة في الكفر إلى هذه الدرجة وإلى هذه المرتبة إلا إذا عرف عظيم قدر ما هو فيه من نعمة يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار يعني لو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يذهب إلى الكفر لاختار أن يلقى في النار هذه منزلة عظمى تتحقق من محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الله ومحبة رسوله لا تكون إلا بالعلم بالله عز وجل والعلم بشرعه وما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها أوصيكم أيها الإخوة والأخوات وصيتي لكل مسلم لكل من يسمعني من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أن يجتهد في التعرف على الله نحن إنما خلقنا لعبادته ولن نحقق عبادة الله إلا بمعرفته ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة أستودعكم الله الذي لا تضيب ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته